مندوباً عن سمو الأمير غازي بن محمد كبير ومستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية افتتح سيادة المطران خريستوفورس مطران الأردن للروم الأرثوذكس المكتبة الجديد لمجلس كنائس الشرق الأوسط في عمان حضر الافتتاح الدكتور ميشيل عبس أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط وممثل مجلس رؤساء الكنائس في الأردن ووزيرة الثقافة هيفاء النجار وعدد من الشخصيات الرسمية والدينية وأشهد سيادته بالدور الهام الذي قام به المجلس طيلة السنوات الماضية في المملكة مشيراً إلى بداية مرحلة جديدة مع استلام قدس الأب إغناطيوس منصبه الجديد مديراً لمجلس كنائس الشرق الأوسط وفي كلمته عبر الدكتور ميشيل عبس عن شكره للرعاية الملكية السامية واهتمامها بالشؤون المسيحية في الأردن وفلسطين وتمنى للأب إغناطيوس التوفيق في منصبه الجديد